بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير جميعا ان شاء الله في الشرح ده هنعرف الاعدادات بتاعة راوتر او اكسس بوينت تيبي لينك اللي هو دابلي اوار تمنمية واربعين ان الراوتر ده مشهور جدا بخصان في مصر لانه سعره يعني مش غالي ولا رخيص لكن سعره كويس ويعتبر برضو رخيص شوية بتقدر من خلاله انت بتحدد مسلا سرعات للمستخدمين وهكذا وفيه يعني فيه مزيات كتيرة جدا لكن حاجة لازم نكون عارفينها ان الجهاز ده ما ينفعش ان انت تجيبه وتوصله بالخط الارضي مباشرة ويطلع لك انترنت يعني لازم يكون عندك اساسا راوتر تمام سواء بسلا الراوتر بتاع الشركة بتاعتك او اي راوتر انت جيبته المهم انه هو موديم راوتر شغال بياخد من التليفون الارضي على طول ويطلع لك انترنت انما الراوتر اللي معنا في الفيديو ده ده لازم توصله من اا الراوتر بتاعك للراوتر اللي معنا في الفيديو ده عشان يبدأ انه يطلع لك اا شبكة اا او انترنت يعني لكن مفعش ان انت توصل الراوتر ده او الاكسس بوينت ده مباشرة بالخط الارضي لان اساسا هو مفروش اساسا اا مقرك او اا حاجة تركب يركب فيها السلك بتاع الخط الارضي انت بتاخد زي سلك كده من الراوتر الاساسي بتاعك بتدخله في الاكسس بوينت اللي هو التيبي لينك اللي معنا في الفيديو طيب دلوقتي حاجة اا هن كتير بشوفها الناس بتشتكي منها ان هو لما بدخل الوزر نيم او الباسورد بتوعه اا بيلاقي ان هما غلط عموما يا جماعة انت تبص على علبة الراوتر بتاعك او ظهر الراوتر في الغالب او بنسبة تسعين في المية بتلاقي ان الباسورد واليوزر نيم بتوعك ادمن تمام ادي اليوزر نيم وادي الباسورد في الغالب بتلاقهم ادمن وادمن ده بنسبة تسعين في المية لو انت لقيتهم حطيت كلمة ادمن وادمن لازم تراعي ان مايبقاش فيه حرف كابتل يعني مايبقاش فيه مثلا حرف الايه اا مايبقاش كبير مسلا بالشكل ده يعني تيجي تكتبه كده تلاقيه مسلا حرف كابتل كده زي ما احنا ما شايفين مسلا تمام ده مش هينفع هيقولك ان الرقم غلط لازم يكون كله اسمول نفس الكلام في الباسورد لو لقيته غلط يبقى معروف بدون اي بدون اي تردد خصوصا لو انت شغال على الموديل ده بالذات يبقى اكيد حد مغيره غيرك ولازم تعرف مين مغيره وتعمل ريسيت للجهاز بتاعك عشان يبدأ ان هو اللي انت ترجع الادمن والادمن زي ما كانه وتعرف مين اللي غيره وتبدأ تعرف في الرقم بتاعه انا غيرت الباسورد قبل كده فادخل الباسورد بتاعي وادخل اشوف الاعدادات بتاعس الروتر احنا هناخد كده زي نظرة سريعة على الاعدادات يعني مش هنشرح كل اعدادات بالتفصيل لكن هناخد اهم الحاجات الموجودة في الروتر لان في حاجات كتير جدا انت مش هستخدمها اساسا كمستخدم عادي اه الا بقى لو انت شغال بقى في شبكات وبتاعه وعايز تعرف تدرس الروتر بالكامل وهكزا احنا هناخد ايه زي نظرة سريعة كده على الادلات هنا بيقولك الاصدار بتاع الاصدار بتاع الروتر او الجهاز بتاعك الاصدار بتاع او الابلد بتاعه رقم كام بيقولك الهاردوير فيرجن او الرقم بتاع الروتر والاصدار الكام وهكزا تمام وعندينا الماك ادرس بتاعه وعندينا اي بي ادرس اللي انت اساسا بتخش عليه اللي احنا دخلنا عليه ده مئة اتنين ونسعين مئة تمانية وستين زير وون طيب دلوقتي عندنا الويرلس قالك ان هي التردب بتاعها اتنين واربعة من عشرة جيجي هيرتز في روترات كتير بيبقى التردب بتاعها محمدك اتنين واربعة من عشرة وخمسة جيجي هيرتز لكن الجهاز اللي معنا ده اتنين واربعة من عشرة بس الفرق بين الاتنين ان الخمسة بتبقى اسرع معك شوية وبيكون نسبة التشويش فيها اقل من الاتنين واربعة من عشرة لكن طبعا الروتر بيكون اغلى بفرق كبير يعني ممكن مسلا هرشتري واحد بثلتمائة جنيه اللي فيه مسلا خمسة جيجي هيرتز ونفس الكلام هنا الراديو هنا الاس اس ا ا او اسم الواي فاي هنا الموت بتاعك هنا الشانل او القانون انت زابط عليها الروتر اااا وهكذا هنا معمول او اوتو هنا مشماء ادريس وخلاص يلما ما فيش حاجة تقريبا مهمة هنا في بقية الحاجات دي اه هنا الديفولت جداوي وبس على كده وده الدي ان اس مفيش حاجة مهمة او في الصفحة دي تاني نيجي هنا على كويك سيطب ده لو انت لسه مشغل الجهاز بتاعك لسه جايبه وعايز تشغله بتدوس هنا على كويك سيطب وبعدين بتدوس نيكس وبتبدأ ان انت تزبط الاعدادات بتاعتك لكن اه احنا نشرحها في حتة تانية هنا موجودة في الروتر يعني مثلا ادوست هنا نيكس على ورلس راوتر ونيكس هو هكذا هيبدأ ان انت تختار الحاجات دي اه او تختار الاعدادات دي طبعا انت بتثبطها على حسب ما انت معايز في الغالب هتعملها مثلا على اه ديناميك اي بي او اوتو دي تيكت يعني على حسب النظام اللي انت هتشتغل عليه طيب هنرجع كده الورا تاني عشان نشوف الاعدادات بقى المهمة اللي موجودة هنا الوبرشة مودة يا شباب اه انت عايش تشغل راوتر بتاعك وارلس راوتر دابلي او اي اس بي اكسس بوينت رينج اكستندر الفرق ما بينهم يعني تقريبا هم الوارلس راوتر والاكسس بوينت اللي اتنين تقريبا زي بعض لكن بقى في فرقات بسيطة كده مثلا في الاكسس بوينت انت ممكن تقول اشارة شوية اه وهكذا لكن في الغالب انت هتشغل وارلس راوتر لو انت عايز مثلا تجيب راوتر تقسم به السرعة للمشتركين وهكذا بتشغل وارلس راوتر هنا الو اي اس بي ده حاجة كده جديدة نزل في الروترات زي حاجة انت مثلا بتركب بتركب لو انت عملت الروتر بتاعك على دابلي و اي اس بي ده بيديك مسلا اي بي هات تانية وبيديك اسم تاني للوارل فاي بتاعك وبتقدر انت تحدد من خلاله يعني سرعة تانية للمشتركين اللي معاك يعني انت ممكن تجيب راوترين اصلا زي نفس النوع ده وتربطهم ببعض لاسلكيا يعني ممكن تربطهم بسلك او من غير سلك يعني مثلا زي الرنج اكستندر بالزبط كده مسلا لكن في فرقات كده بسيطة ما بينهم ان ده مسلا بيطلع لك اي بي هات جديدة وبتقدر انت تقسم السرعة وهكذا يعني فيه امكانية اكبر من الرنج اكستندر او مكوي الواي فاي يعني بكل بساطة انت ممكن تربط من خلال الاتنين دول تربط راوترين ببعض من خلال الواي فاي بس من غير سلك يعني ممكن تكون الاشارة بتاعتك بالواي فاي انت مسلا قاعد في شارع وعايد توصل مسلا اللي عمارة جنبيك او عمارة مسلا بعيدة عنك اا الويرلس ومش عارف تعمل ليه انت لازم تاخد سلك لأ انت ممكن تجيب راوترين وتربطهم ببعض من غير سلك تمام وهيديك اشارة كويسة في المكان اللي موجود فيه اخر راوتر معانا لان هما كلهم بيساعدوا زي ما تقول بيساعدوا بعض ان انت توصل الواي فاي لمكان بعيد طيب نخش هنا على النتورك هنا مفيش حاجة مهمة تقريبا نعرفها هنا هتختار النظام اللي انت عايزه او الطيب اللي انت عايزه خلي على ديناميك اي بي عادي مش هتفرق معك قوي اا نيجي هنا على الان تمام هنا الاي بي ادرس ده بتاع الراوتر انت بتدخل عليه ودي برضو يعني دي مش مهمة دي تقريبا مفيش حد بيستخدمها في حاجة اا الاي بي ادرس احنا قلنا زي ما احنا قلنا هنشرح الحاجات المهمة اللي موجودة في الراوتر اللي انت هتحتاجها ده لو انت عايز تغير الاي بي بتاع الراوتر بتاعك يعني لما تيتخش عايز مسلا تدخل على زير وان ولا عايز تدخل على زيرو اتنين وهكذا بس انت يفضل تسيبها زي ما هي كده عشان ما تعملش لغبطة في الاي بي اا الاي بي تيفي ده تقريبا حاجة خاصة بالريسيفر او حاجة زي كده بتشغلك يعني حاجات خاصة بريسيفر او قنوات وهكذا ودي اعتقد برضو مش مهمة مفيش حد بيستخدمها اا وبس برضو دي برضو يعتبر ملهاش اي لازمة حاجات يعني خاصة بال الراوتر برضو يفضل انت تسيبها زي ما هي اا هنا الويرلس دي طبعا من اهم الحاجات اللي انت بتحتاج تعرفها في الاعدارات بتاعت الراوتر هنا الاسم بتكتب الاسم بتاع الواي فاي بتاعك اللي انت عايزه هنا بتكتب المود بتاعك هنا بتكتب الليتشانل بتاعك وكنا عملنا شرحة قبل كده ازاي تختار القناة المناسبة اا هتلاقوه موجود في الوصف اا وهنا الويدز او الوسع بتاع الواي فاي عايز يبقى على عشرين اا ميجي هيرتز ولا اربعين او اوتو يفضل تخلي على اوت طيب نروح على حاجة اسمها دابليو بي اس دابليو بي اس دي يا شباب نفضل نتنا نقفلها لان في برامج كتير بتنزل على الموبايل بتقدر ان انت تخش على الواي فاي من خلال الصغره في الخاصية دي يعني لو انت دست هنا على اي حد يقدر اي حد انه يدخل على الواي فاي بتاعك بكل سهولة لان في تطبقات كتير زي ما قلت بتدخلك على الواي فاي اا من خلال الصغره دي فيفضل انت تكون عاملها على تمام نروح على الحماية بتاعت الويرلس هنا بتختار ازا كانت الشاب شبكة بتاعتك شبكة شخصية ولا شبكة شركات ولا دابليو اي بي هذا الدابليو اي بي دي في الغالب بيكون اا يعني ما فيش حد بيستخدمها اساسا دة بيكون وبين سيستيم يعني اي حاجة من غير بسورة اساسا hi ha tubes. انا ما حد يجيد الخل على الواي فاي بتاعك هذا هو الشركة. تمام لكن في الغالب احنا كافراد بنشغالها على الخاصية دي. هنا دي سيبول ويرلس سيكورتي. ده انت تقفل اساسا الحماية بتاعت الراوتر بتاعك وتخليه اوبن. اي حد يدوس على الواي فاي يفتح معه من غير اي باسورد ومن غير اي حاجة. اه لكن يفضل تخليه هنا على برسنل لو انت طبعا اه شخص اللي بتعمل الاعدالات دي. هنيجي هنا نخليها على دابليو بي تو. او دابليو بي اي تو. اه بي اس ك. تمام. وهنا نخليها تي كي اي بي او اي اي اس مش هتفري. خليها على تي كي او بي احسن. يعني الاعدالات اللي بتيجي بها الراوتر يفضل انت تسيبه عليها. اه هنا لو عايز تكتب الباسورد بتاع الواي فاي. حاجة اكيدة طبعا تكتب باسورد مسلا قوي. ما حدش يقدر انه هو اه يخمره بسهولة. او تكتب يعني اي باسورد انت عايزه ومش لازم قوي. لكن مهم يعني انا بقول لك كنصيحة ان انت تكتب مسلا باسورد قوي لو انت اه عايز تعمل حماية كبيرة للواي فاي بتاعك. كده خلصنا الحتة دي. نخش هنا على هنا شباب الجزء ده احنا ممكن ان احنا نعمل اه بلوك المستخدم عندنا مسلا على الواي فاي. من خلال الخاصية دي. اه هي معمول لها هنا ومقفولة ممكن نعملها ونقدر ان احنا نعمل وبتكتب الماك ادرس بتاع الجهاز اللي موجود عندك على الواي فاي. اه بتقدر تعرفه طبعا من الاعدالات الواي فاي عندك او من خلال برامج كتير موجودة على الموبايل او على الكمبيوتر بتاخد الماك ادرس بتكتبه هنا. وبتقدر ان انت تعلمه مسلا بوصف او اي حاجة د جهاز مين وهكزا. اه وهنا طبعا تقدر بتعمل لها او وهنا تختار الشبكة بتاعتك. انا مسلا عندي شبكتين واحدة الوايرليس نفسه بتاع الراوتر الاساسي واحدة او شبكة اه ضيوف. دي برضو هنشرحها اه دلوقتي. عندنا كده بعد كده الوايرليس ادفانسد دي تخليه على اه ودولة تسيبهم زي ما هم كده خلاص ما تغيرشهم حاجة. عندنا هنا الوايرليس استاتيكس اه دي بتسيبها برضو زي ما هي ده بيقول لك السند باكتس او الباكت اللي بيترسل باكام. مسلا هنا عندك واحد مليون وكمسمية وهنا الباكت اللي انت بتستقبله او بيستقبله الراوتر ربعمية مسلا اربعة وسببين الف دي كلها حاجات مش هتهمك في حاجة. تخش علي جيست نتورك. اه جيست نتورك ده شبكة حاجة مهمة جدا تقدر انت تعمل شبكة تانية من الواي فاي. يعني مسلا انت دلوقتي عندك اه جهاز راوتر في البيت. عايز تفتح الواي فاي بتاعك مسلا على مباي لك انت بس. تمام? بالسرعة اللي انت تحد تحددها. قبل ما نخش بس نشرح الجست نتورك. نروح على حاجة اسمها باندوز كنترول. دي يا شباب انت بتحدد السرعة اللي داخله لك من الراوتر الاساسي زي ما احنا ما قلنا للراوتر بتاعك. يعني انت مسلا الراوتر الاساسي بتاعك داخله تلاتين ميجا. وعشرة ميجا ابلود. طيب انا عايز ادخل للراوتر الاكسس بوينت اللي احنا مركبينه ده او الوايرلس راوتر. اه سرعة معينة مسلا انا كاتب تلات تلاف او تلاتة ميجا ابلود وعشرين ميج عندك وبتعمل هنا hitch. وهنا طبعا لو انت عايز تحدد لجهاز جهاز وهنا. ده طبعا دي لسه نشرح اه دلوقتي. فينا لو انت عايز تحدد لجهاز معينة سرعة معينة بتدوس هنا على الـ بتبدأ ان انت بتاعتir بتاعها من كام لكام لو هو جهاز لو هو جهاز واحد بتكتب بتاعه Business App بتاعه بس. لو انت عايز تحدد لجهاز مثلا بتكتب مية اتنين وستين مية تمانين وستين زيرو وان لحد مسلا او زيرو اتنين عفوا لاني اصلا الراوتر زيرو وان. وبعد كده بتيجي هنا مثلا بتكت لحد زير وخمسة. يبقى مسلا عندك تلات اجهزة او جهازين هيتحدد لهم سرعة معينة ما يزدوش عنها. تمام? وهنا دي ممكن تسيبها زي ما هي كده عادي. اه البرتوكول هنا هتخليه اول. اه دي هتخليك خمسة زي ما هي. وهنا دي بتكتب السرعة اللي انت عايزها. نروح كده نبص على البندوز كنترول مرة تانية. عايز اقول لكم على حاجة هنا الانجرس ده الانجرس بندويتس دي. اه دي اه سرعة الداولود. وهنا الاجرس دي سرعة الابلود. تمام? يعني لو جيت هنا بدوس. هنلاقي ان دي سرعة الابلود ودي سرعة الداولود. عشان تعرف انت هتكتب كم? طبعا لازم تكتبها بالكيلو بايت. يعني لو واحد ميجا تكتب الف اربعة وعشرين وهكزا. لو اتنين ميجا تضرب الف اربعة وعشرين في اتنين. تبقى الفين تمانية واربعين وهكزا. وبتكتب الرقمين هنا. او من كزا لكزا على حسن ما انت معايز. من مثل اتنين ميجا لاربعة ميجا اكسا سرعة. وهكزا. كده احنا شرحنا حتة تاني. اه هنا دي هنسيبها على تمام ده عشان تتفعل بتاعتك لو انت عايز تفعيلها. ودي خلالة دي لازم تخليها طبعا عشان تبدأ انت تتحدد السرعات اللي عندك او السرعة اللي انت عايزها. انا مسلا عامل شبكة تانية في البيت لاجهزة معينة تدخل عليها. لما يدخل هيلاقي ان ماكس اللي لان سرعة ماكس اللي اللي وصله له وهي واحد ميجا او واحد ميجا مثلا تمكيلو بايت. وداولودي الاقصى حاجه هي الخلال عامل theme 3000 اي او날 ي Якده بالنسبة لتحديد السرعة. بتكتب اي حاجه انت عايزها على حسب السرعة اللي انت عايزها في الابلود والداولود. اه هنا بتكتب بتسمي الجهاز بتاعك او بتسمي الوي في الجديد بتاعك بتاع جهس الهاتوركي ده باي اسم انت عايز به. هنا ماكس او جهس اه ده بتحدد لحد الاقصى الاجهزة اللي تدر تخش على الواي فاي يعني انت لو عندك مسأل خمس اجهزة في البيت عايزهم هما بس اللي يدخلوا على الواي فاي بتكتب خمسة لو جي الجهاز السادس يدخل على الواي فاي مش هينفع مش هيردى يشتغل فانت بتحدد اقصى عدد اجهزة تدر تشتغل على الواي فاي ادي ايه بالنسبة للجهزة الاتورك وطبعا موجودة برضو في الويرلس العادية طيب هنا السيكورتي قلنا هنتخليها هنا زي ما هي ودي برضو نفس الكلام وهنا ه هنخليها على اوتو او تي ك او يبيع اي 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 اس على حسب اللي انت عايزه لكن تخليها اوتو عادي مش هتفر قوي يعني وهنا الواي فاي او الباسورد بتاع الواي فاي بتاع الجهزة نتورك وبس على كده تقريبا كده خلصنا كل حاجة في الجزء ده دي كده حاجة تانية بتقدر ان انت تتحدد من خلالها اا اوقات اوقات التحديد وهكذا دي ممكن نشرحها في فيديو تاني هتحتاج شوية وقت هي سهلة بس هتا يعني اا تحتاج ان انت اا يعني تفهمها كويس عشان مش معشان ما بوس الدنيا يعني من اول مرة لازم انت يعني تتشرح في فيديو لوحديها افضل تمام هنروح هنا على دي اتش سي اا بي ده هنا لو انت عايز ده هنا بقولك ستارت اي بي ادرس اي هي هي ولا ستارت اي بي ادرس اول اي بي هيبدأ بالروتر اخر اي بي هيبدأ بي هو اا مية تسعة وتسعين تمام ده عسب انت باعي استغيره مش عايز تغيره براحتك اا عايز مسلا تخليه زيرو ويبدأ من الاتنين بدل المية لحد مسلا اا تسعين اا زي ما انت معايز لكن مالهاش لازم انت اتعدل عليه فممكن تسيبه زي ما هو عادي جدا اا اا هنا الا الاي بي بتاع الراوتر نفسه هنا الاني اس لو انت عايز تحطي دي اي اس مسلا سميل المسال دي ان اس بتا jougل هو تمانية 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 وهنا تمانية تمانية اربعة اربعة على حسب ما انت معاية استدر انت تعمله كده مفيش حاجة تاني مهمة هنا هنا بردو مفيش حاجة اتابر مهمة اا نخش هنا على الحماية دي الحماية بتاعت الراوتر نفسه يفضل متلعبش فيها تخليها زي ما هي هنا today نفس الكلام. تقريبا مفيش حاجة تاني مهمة. اه هنا دي حاجة كده يا شباب برضو عايز ان شاء الله نعمل لها شرح في فيديو تاني. اه دي مسلا بت اه يعني بتتحكم في الاجهزة اللي شغالة على واي فاي تقدر انت يعني تعمل لها حظر المواقع معينة عندك. تقدر انت مسلا تعمل حظر الاي بي معين. اه يعني كم حاجة كده خاصة بموضوع المواقع. ايه المواقع اللي تفتح اللي ما تفتحش. الاجهزة اللي تفتح اللي ما تفتحش الجهاز ده مسلا اللي هيحصل عليه وهكزا. اه دي برضو ان شاء الله لو حد عايزها يقدر ان هو يكتب لي كومنت اللي عمل على شرح تاني. اه وهنا تعريبا دي منهاش لازمة برضو. يعني حاجات كده خاصة بي الاعدادات. فتسيبها زي ما هي. هي المهمة هنا الرول دي. ان شاء الله نبقى نعمل لها شرح تاني لو الناس عايزاها. هنا الادفانس دي برضو يعني لازمة بالنسبة لك. احنا بنشرح الحاجات المهمة اللي موجودة في الروتر. هنا دي شرحناها وقلنا ازاي بنزبط الحاجات اللي عندنا او الادارات اللي عندنا. هنا اه دي اني اس. بتخليها زي ما هي باش محتاج منها حاجة برضو. هنا الاي بي اه ستة ده بتسيبه برضو زي ما هو. مفيش اي حاجة هنا تاني مهمة اعتبر. تمام? هنا السيستم تولز يا شباب وبتعتبر دي اخر حاجة مهمة عندنا في الروتر. هنا انت بتزبط الوقت بتاعك. الوقت بتاع المحافظة اللي انت عاد فيها او البرد اللي وهكزا. وبتيجي هنا. اه دي طبعا برضو ما فيهاش حاجة مهمة او بالنسبة لك. اه فريم اوب جريد. ده لو انت عايز تعمل اوب جريد للسوفت وير بتاع الروتر. معك مسلا سوفت وير جديد نزل للروتر ده عايز تعمل له اوب ديت. اه ويا ريت ما حدش يلعب في دي يا شباب يعني ما حدش مسلا يجيب اي سوفت وير ويجرب بيحطه على الروتر ان انت ممكن تباها الروتر خالص وما رضيش اتغل معك تاني. لان الاعدالات بتتغير طبعا وده ممكن ما يتوافقش مع الشبكة بتاعتك. فيفضل تخليه كده الا لو انت مسلا فاهم انت بتعمل ايه. تقدر انت تختار ملف من عندك وتعمله اوب ديت للجهاز بتاعك. هنا ده لو انت عايز تعمل او تراستر او 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 تعمل للروتر بتاعك كله. يعني الاعدالات اللي موجودة عندك كلها تتفرمت ويرجع لك الجهاز بتاعك من جديد. هنا ده لو انت عايز تعمل الاعدالات بتاعت الروتر. اه ولو انت عايز تعملها برضو في نفس الوقت. هنا الريبوت يا شباب دي حاجة مهمة برضو تقدر انت تعمل للجهاز بتاعك من غير ما تقوم من مكانك. يعني انت مسلا نايم او في موجود في غرفة تانية وعايز تعمل للروتر. طيب مش لازم تروح للروتر. هتوش على الايبيدة وتكتب الادمن والادمن بتوعك او الادمن البسورد بتوعك. وتعمل من هنا. تقدر انت تعمل من هنا. وفي حاجة شباب ممكن اعملها гдеو ا � soreme ايه مسلا الروتر بتاعك اه عايزه تعمله مثلا الريستورت دي كل خمس ساعات. عايزة تعمله اليستورت كل يوم. بتيجي هنا بتشيله دي بتعملها طيب قوت تمام وبتحدد بتعمله اه ريستورت بعد كم ساعة طيب. هنا لو انت عايز تعمل الوقت معين للراوتر. مسلا اليوم كذا يوم كذا يوم كدا بتجدر انت تختار هنا ايه وبتخطار الايام هنا لو انت عايز تعملها كل يوم وتختار الوقت اللي تعمل فيه الريستورت بتاعك. بس ده كل ده كل اللي موجود في الجزء ده. هنا الباسورد بتاع الروتر يا شباب لو انت عايز تغير الباسورد بتاع الدخول اللي احنا قلنا عليه اساسا انت دلوقتي متاعك مسلا انك ادمن. تمام? ده الاساسي. عايز تغيرو مسلا اي او عايز تغيروو جديد وباسورد بتيجي هنا على بتكتبو بعضه عندك. تمام? مسلا هكتب بتاعها. حاس Le Z 오ي هساميه محمد. عايز اكتيب محمد واكد هنا عفوا هنا هكتيب و هنا اكتب الباسورد الجديد بتاعي وهنا هاكد الباسورد وتاعي وهكزا. لو انت عايز تغير الباسورد واليوزر نيم اللي بتدخل بيهم على الروتر تمام؟ انا طبعا مش هغيرهم فهسيبهم زي ما هم كده خلاص هشيلهم لان انا اصلا مغير الباسورد بتاعه وبالنسبة اليوزر نيم مش مهم ان انا نغيره يعني مش فرق المهم الباسورد ده اهم حاجة يعني اليوزر نيم مش هفلق في حاجة وهنا السيستم لوج ده بيقول لك الجهاز ايه اللي حصل في الجهاز بتاعك الجهاز مثلا عمل ستارت امتى الجهاز عمل سند امتى عمل رسايف امتى وهكذا يعني زي لوج كده او زي هستوري بيقول لك ايه اللي بيحصل في الجهاز بتاعك في اخر او العملات اللي حصلت على الراوتر بتاعك على الجهاز بتاعك بتوقع موجودة هنا انت مسلا غيرت الباسورد مش عارف عملت ايه بتاع كل ده بيزهر لك في جزء ده وهكذا يعني انت بتشوف الحاجات اللي انت اللي حصلت على الراوتر بتاعك ده انت تعرفها من خلال الصفحة دي هنا ده اخر حاجة عندنا برضو جزء مفوش حاجة مهم بالنسبة لك لو في انت مسلا في حاجة مش فهمها في الراوتر ده وعايز تعرفها وما لقت لها الشرحة مسلا تقدم انت تسألني عليها وقول لك ايه هي بتاعت ايه بالزبط وطبع لو انت عايز تخرج من الصفحة دي حاجة بس عايزين نقولها في الاخر هنا برضو في شوية مساعدات لو انت عايز يعني انت عايز تعرف حاجة معينة في الجهاز ومش فهم معناها ايه بتقدم انت تبص على الجنب اليمين ده بتلاقي شروحات لبعض الكلمات اللي موجودة في الراوتر لو انت عايز تخرج بقى من الراوتر خالص زي ما انت ما دخلت منه بتدوس هنا على لوج اوت تمام وبتدوس هنا اوكي ويبدأ ان هو يخرجك على الصفحة الرئيسية تاني ان شاء الله يا شباب ان شاء الله يعني يكون الشرح استفدتوا منه كلكم وفهمت المعظم الحاجات اللي موجودة في الراوتر او كل الحاجات المهمة اللي موجودة يا ريت لو في اي حاجة مسلا انا قلت فيها حاجة انا مش يعني ما شرحتهاش وهي مهمة ممكن تقول لي عليها وابدأ ان انا عمل لها شرح تاني ويا ريت لو استفدت من دي الفيديو ده تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة يارب تكون استفدتم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته